هي توقعاتكم لمواجهة نابلي وليفر بول في دوري الأبطال النهاردة الساعة التسعة مساء بتوقيت القاهرة وتعالوا نستعرض مع بعض كده المطشوات والمواجهات اللي هتتم في تاني أيام جولات دور المجموعات النهاردة عندنا مواجهتين مبكرتين بداية رينجونس السكوتلندي في مواجهة آكس الهولندي مواجهة إلى حد ما متكفأة لاتنين أبطال في بلادهم وفرق عندها تاريخ وبطولات وعراقة كبيرة جدا فهتقدر تقول إنه 50-50 بعد كده سبورت انجليش بونا البرتغالي في مواجهة فرانكفورت الألماني والمواجهتين دول هيبقوا الساعة 7 إلى ربع بتوقيتنا نيجي لصهرة المساء هتختار إيه ولا إيه البداية مع ليفر بول ونابلي طبعا مواجهة من العارة تييل بورتو هيواجه أتلاتكم مدريد برضو مواجهة أعتقد ممكن يكون فيها كورة على مستوى عالي جدا بعد كده كلاب روج وليفر كوزن يمكن تكون خارج دائرة الاهتمام شوية بلزن بيلجراد وبارشلونة عشاء التيكي تاكا عشاء البارسة طبعا في موعد مع ظهور باللوك الجديد تحت قيادة شابيو المدجج الحقيقة بعدد كبير جدا من نجوم انتلاقك قوية جدا في الليجة هل هتترجم وتستمر في الشامبينز ليج هنعرف عنوان الجواب النهاردة بالليل ثم المواجهة بين اتنين من عمالقة أوروبا باي ميونيخ وإنتر واخد بالك المواجهة دي في ميلانو وبالتالي يعني يمكن تكون فرصة ان احنا نشوف مواجهة قوية جدا والإنتر الحقيقة عنده كرة برضو محترمة جدا ثم مواجهة برضو ممكن اقدر اقولها متكافأة لانه مرسيليا الحقيقة السندي بيقدم شكل كويس جدا محترم مستوى راقي جدا واخدوا بالكم مرسيليا جماعة فريق تقيل فريق من عمالقة أوروبا فريق عنده التاريخ وعنده شخصية البطل في مواجهة تاتنهام الحقيقة اللي برضو بيبتدي الموسم بمنتهى القوة هتختار ايه؟ اعتقد انه اغلب المصريين نهارده هيروحوا لنابولي وليفر بول وفيه ناس هتقلب وهي بتتفرج تسوف اخبار البايرن مع الإنتر ايه؟